نفس الفكرة بالضبط مش هنبعد بعيد خالص من فترة قسيرة سمعنا عن حادث سير برضو استضامة عربية ببني آدم بيعدي الشارع أصار ضجة وجدل جامد جدا على السوشال ميديا وما بين الناس كلها حسن حتى ما بين الناس وهم قاعدين مع بعض في العادي كانوا برضو بيكلموا عن الموضوع ده وهو حدثة حدثة عصام صوصا اللي قدت لوفاة الراجل برضو كان بيعدي الطريق على الدائري الحدثة دي حصل فيها جدل كبير جدا بسبب ان المفروض عصام صوصا بيقول ان انا كنت سايق في طريقي والدنيا كانت ظلمة وهو كان بيعدي الشارع وانا ما شوتهوش طريق سريعة الكلام اللي احنا بنسمعه كتير قوي لما بيحصل اي حادث يعني استضام بني آدم معربية على الدائري بس التحقيقات كشفت انه عصام صوصا كان متعاطي فعلا مخدرات او تحت تأثير مخدرات وهو سايق فالموضوع اتقلب من ان هو كان ممكن ان هو يطلع منها بان هو كفالة مثلا او ان هو في الاول وفي الاخر مفروض البني ادم اللي بيعدي يعدي من على كبري مشاه مش يعدي الطريق من تحت كان ممكن ان هو يطلع منها بس للاسف دلوقتي الموضوع لعبت جدا ودخل ان هو فعلا ممكن يتحبس بعد كده عصام صوصا قدر بطريقة ما ان هو يسافر دبي مفروض ان هو كان عنده هناك شغل وحفلات وكل الحاجات دي وقعد هناك فترة طويلة لحد ما الانتربول في دبي قدر ان هو يعني يمسكه او يقبض عليه وعلى طول حولوا لمدرية امن الجيزة في مصر هنا وقدروا ان هم فعلا يمسكوه ويبتدوا التحقيقات في الموضوع من اول وجديد الموضوع المفروض في الاول كان انساني جدا كان اخراقي جدا عصام صوصا بنفسه تلع في برنامج وقال او لا اخو عصام صوصا تلع في برنامج وقال ان انا هتكفل بالعيلة دي يعني عيلة الراجل اللي توفى انا مستعد انا واخوي نتكفل بيهم كلهم احنا نبعث لهم مصروف شهري يوصل لهم لحد بيتهم كل شهر علشان نحاول ان احنا بس يعني مش نعوض بس نحاول ان احنا قدام ربنا نكون بنعمل بالزبط كده نهو عشان ربنا يسامحنا في الآخر بس الموضوع للأسف كبر ودلوقتي يعني شوية ساعات وهتبتدي المحكمة في القضية دي وهنشوف الموضوع هيوصل بينا لفين بس نزل عصام صوصا فيديو قبل ما ينزل المطار بكم ساعة بصراحة الفيديو كان يعني لو حدا ما كانش متعاطف مع عصام صوصا فهو لو شاف الفيديو ده هيتعاطف معي كان بيكلم بحزن شديد جدا وكان بيقول ان انا ربنا رزقني من سنتين تلاتة انا ما بقليش كتير مسك ارشين في ايدي واكيد مش اول ما همسك ارشين في ايدي هروح يعني اعمل الحاجات دي واجري بالعربيات وادوس على الناس وي 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 طبعا نتوجه له برضو التهانيات كتير او ان انت فانت مسكت فلوس في ايدك فاته دلوقتي خلاص بقى مش فارق معك حد وبتدوس على الناس في الشارع وتيجي على الغلبان فطلع قال يعني انا لسه انا ولا حاجة انا ولا حاجة في الدنيا خالص وفعلا الفيديو كان يعني زعل وقال ان دي ممكن تكون المرة الاخيرة اللي انا قادر اطلع واتكلم معك وفيها وبكون ماسك في ايدي التليفون عشان انا نازل بلدي حتى ما قالش ان انا مثلا نازل مصر او ان انا خلاص كلها شايت ساعته هيتقبض علي بس ايل يعني انا نازل بلدي اه طبعا ناس كتيرة اوي علقت على الموضوع ده اه زي مسلا حامو بيكا اللي تلع ودعم عصام صاصة جامد جدا وغير طبعا الجمهوره الرهيب بصراحة هو عصام صاصة عنده اه قادة جمهنية كبيرة جدا ناس كتير اوي 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 بتحب البني ادم ده بتحب اغانية بتحب شخصيته بتحب ان هو بني ادم متواضع اه ربنا رزق وربنا كرمه بس لسه فيه تواضع البني ادم المصري الاصيل كده فهم وغير كده كمان زوجته طلعت واتكلمت وقالت ان انا مستنياك انا وابنك وعنده بيبي لسه صغير ما كملش كم شهر فقالت له انا هستنك تطلع انا وابنك في انتظارك وبصراحة يعني ربنا يفق اثره او سجنه ونتمنى من كل قلبنا ان لو هو مظلوم او لي حق او اي حاجة يعني ان هو فعلا ياخد حقه يعني ان هو ما يتظلمش في الحكم عليه ولو هو فعلا غلطان ويستهل العقوبة فيتعقب اكيد دي حقيقة فعلا انا بس اللي هو الناس دلوقتي يعني بعيدا ان احنا متاظرين الاول نشوف الموضوع اللي حصل فيه مين صح مين غلط مين اللي حق المفروض ياخده شايف ان حتة التعاطف دي طبيعية عند اي حد خصوصا لما انت تكوني في موقف زي ده حدش طبعا يحب ان هو تحط فيه ولكن زي ما احنا قلنا انت لغوطان اتتعق او اكيد طبعا مفيش مكفر من الموضوع ان احنا كلنا اكيدا نكون مدائيين مثلا لان انت حد عندك فان بيس كبيرة وانس كتير بتحبك ولكن ما ينفعش الموضوع يعدي بدون عقوبة لان ده الحق والعدل اللي المفروض يسود عشان بعد كده محدش ياخد نفس الخطوات دي تاني لان انا لو حد دلوقتي شفت شخصية قدامي اي ان كان اسمها ايه ما خدتش العقوب بتاعها انا ايه لا يا خليني يبقى يعني او ايلا هيردعني ان انا ما عملش الكلام ده بعد كده خلاص انا مفيش حد دلوقتي بالنسبة لي هطلع وهعمل اي حاجة وخلاص خصوصا لو انا حد معروف اللي هو انا ده حصل ما شايف مين انعرفه ومشهور فالموضوع عادل انما مش مكتن مع الناس العادية دلوقتي انا بس بالنسبة لي موضوع صعب في الحتة دي ان انت مفروض دلوقتي حد تبقى مسؤول لو انت حد مشهور او مروف لانك انت ببقى ليك فانز وناس كتير بتحبك فدي مسؤوليتك ان انت ربنا اديك حاجة لازم تحافظ علي ان انت تصرفاتك تبقى مسؤولة احنا كلنا بنقادمين زي بعض وكل حاجة ولكن انت يعني ربنا مديك حاجة ان انت مفروض تحافظ عليها وناس كتير شايفاك قدوة مثلا او ناس كتير شايفاك ان انت حد معروف اكيد فتصرفاتك ناس كتير ممكن تقلدها مسؤولية ضريبة بالزبط فلو انت عملت موقف كويس تخيل بقى كم حد هيقلده ونفس الوقت حاجات الوحشة فليه ما يبقاش ده السيم بتاعنا ان احنا يعني ماشيين عليه ان انت تبقى تصرفاتك كلها فيها التزام وفيها انضباط عشان لما اي حد يشوفك يبقى انت النموذج بتاع الصح بالنسبة له والله لا انا التزامت وعملت اللي علاية فخلاص واحنا عندنا كمان مشكلة في حتة الطرق دي كمان ان الناس مش عارف ليه مش بتلتزم بالقانين المحطوطة واي حد لما بسافر برا بيلتزم سبحان الله يعني المشكلة فيه بقى يعني انت هنا شايف ان الموضوع عادي يعني فاتخالي بقى لو فيه عقوبات فعلا خلاص ما حد شهاية مكهة تاني بالزبط لانه برا بيخاف عشان العقوبات مش بيخاف عشان الناس دي الله يا جماعة الناس عشان هيتلسع بالزبط تب ما هيتلسعه هنا بدأ ما يطلع برا ويقول لك انا برا كيفية رادرة تقموس ايدك كيفية ده عشان يحبز على صحة الناس يحبز على الانسان شخصيا خليه ناخد شوية كومنت معينا مورو بيقول لنا علشان حضرتك لما يبقى طريق دائري تسع حرات وحد يجي يمشي على سرعة مائة وعشرين يبقى تهريج مش صيف زون فأكيد طبعا لو هو أصلا أنا حاسة طريق دائري تسع حرات وفي حد بيعدي الطريق فهو كده مش صيف حتى لو احنا ماشينا على ستين طريق طريق كبير عريض جدا صعب قوي ان انت تفادي العربيات كلها انت بتخيل فيه يعني صعبة صعبة جدا ايدي فكرة على فكرة اللي هو الكبر بتاع المشاة لان في ناس على فكرة وانا بشوفها بعناية ان الناس يعني كبر المشاة قدامهم لأ انا بعدي الطريق طبع ما فيه كبر المشاة يعني ليه ما نمشيش من عليه اكيد العربية مش تطلع على كبر المشاة يعني فبين لزبالي برضو دي حاجة غريبة جدا انت ما يعني احنا يا جماعة فيه حاجة قدامنا هو بتقول لنا ما نمشي على حاجات الصح ليه بقى لازم نعد الطريق وعايز اقولك كمان طريق دائري طبعا يعني مش أنا اللي بحتاجة اتكلم عليه كمية الحوادث اللي كانت كمان بتحصل فيه زمان انا كل يوم بجد كل يوم انا جاي في الطريق ده فيه كوارث مش حوادث صراحة فعلا كارثة مش حادث عادية كمان كل يوم يعني دلوقتي الحمد لله الموضوع قل شوية لازم مكن كل يوم سبحان الله مش عارف ليه فانا نفسي يبقى فيه شوية التزام ان احنا يعني خلاص يا جماعة كبري المشاة خلاص نمشي عليه فيه سرعة معانة نمشي عليها وكتر الرادارات ده نالك لمصلحتنا اولا لمصلحتنا اولا يعني لازم لازم نلتزم انت تتزم بالسرعة طب اقول لك حاجة الرادارات ده نالك كنت ماشي بالسرعة العادية هيحصل لك حاجة يا عم ممكن يلوقتني عشان هحط التليفون على ويدني لا لا ما دي مشكلة تانية بقى دي مشكلة تانية انت اصلا مش شفيتش فيلم ابو علي هي اصلا كانت خبطت ايه وصع ايه وصع ايه وصع ايه وصع بتكلف بالتليفون اه ناخد شاية كومنت تانية جات لنا برضو مبسوطة اوي بالتفاعل وبكل الناس اللي بتتفرج علينا معينا دلوقتي مشاهدات كتير جدا اه حوالي 180 حد بيتفرج علينا فعايزين نصبح عليهم كلهم ونقول لهم ان انتوا ممكن تتفرجوا على الحلقة الكاملة على يوتيوب كان فيه اغبار كتيرة جدا كنا منتكلم فيها في الحلقة الكاملة بكل بساطة تكتبوا ويظهر لكم على يوتيوب اه بس ناس كتير بتسأل هو مين عصام صوصة وليه موفد ان احنا نهتم بعصام صوصة ليه عصام صوصة اه قصدي مين عصام صوصة فعصام صوصة هو مطرب مهرجانات مشهور جدا في الفترة الاخيرة اه ناس كتيرة جدا بقت بتحبه وبتسمع اغاني وعنده زي الترس بجد فيه ناس اي نعم ممكن يكونوا مش موجودين في اللايف دلوقتي بس الاكيد ان فيه ناس بتحبه وبتعشقه وعيش رهيب يعني